السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة تانية من برنامج افتخر بالمهنتك من قناة الصحة والجمال بنقدم لكم المسأل القدوة في المبادرة التجميلية والفنية والرياضية رمز القدوة لكل مهنة بنحتفل معاكم في الموسم الاول بعد 15 حلقة الحمد لله على قناة الصحة والجمال عاملين حفلة يوم 30-12 ان شاء الله على كورنيش المعادي فيها فقرات رحلة ايفنت نسميها زي ما نسميها احنا جايين نحتفل بشباب من كل المحافظات في كل المهن افتخر بمهنتك الحفلة النهاردة هتقدم لنا افضل ميكب ارتست افضل موديل افضل مصفف شعر وكمان هنختار احسن ميكب ارتست هتقدم لنا فكرة الجوكر في افتخر بمهنتك اهلا وسهلا بيكو في حلقة النهاردة من قناة الصحة والجمال في برنامج افتخر بمهنتك طبعا احنا بنتكلم على شو اللي هيحصل في حفلة الجوكر ان شاء الله يوم 30-12 طبعا هيبقى معانا شو من التمثيل والغنى ومطربين ومسابقت كتير جدا من الاقاليم ومن هنا ومن هنا يعني بمعنى الاصحة وعندي كمان مفاجأة هقولها لكم من الرموز اللي الناس والشباب تفتخر بيها انا ايضا بفتخر بيها طبعا احنا هيبقى معانا شو جميل جدا وفيه شباب طبعا هما كلموني والمفروض ان انا قلت لهم على الفقرة ديت بس هما ما كانوش متأكدين منا حتة التمثيل لا فيه فقرات تمثيل فيه فقرات شعر فيه فقرات كتير جدا من برنامج افتخر بمهنتك عايز اقول لكم ان بس الحفلة مش مكتصرة على الشو والتمثيل والغنى وانا عايز اقول ان الحفلة يعني فيها رموز كتير جدا وكمان بنرحب بكل المهن الموجودة معانا تنورنا في الحفلة من دكتور لمحامي لمهندس اي حد صاحب مهنة وبيفتخر بيها بيشرفنا ويكون موجود معانا في الحفلة في افتخر بمهنتك دايما من قدملك المسأل والقدوة عاملين رحلة ان شاء الله من 11 صباحا ل 12 مساء عاملين برنامج قوي جدا عاملين فيه رحلة متحركة للباخرة ساعتين بالنهار وساعتين بالليل فيه فقرات تجميل شو رجالي وشو حريمي شو المكاب أرتست للرعب فقرات منوعة منتظرينكم 30-12 ان شاء الله في حفلة الجوكر 2020 لمسابقة افتخر بمهنتك عايزة أعرفكم ان الحفلة هتكون موجودة على باخرة نايل سبريم في مرسا ميديا مرسا ميديا بجوار رادي الشروق مباشرة انتظرونا وهنستنيكم طبعا افتخر بمهنتك بنقدملك دايما من كل محافظات مصر المسأل والقدوة في جميع المهن احنا مش مختصرين على مهنة معينة والحمد لله بعد 15 حلقة بنحتفل بحفلة الجوكر 2020 انتظرونا ان شاء الله وانتظرونا بعد الفاصل شكرا لكم اهلا وسهلا بكم معنا النهاردة في حلقة جديدة من برنامج افتخر بمهنتك وحشتوني جدا من الاسبوع اللي فات ويا رب انا كمان اكون وحشتكم معايا النهاردة وضيف مميز جدا جدا هيكلمنا عن قضايا مختلفة تهم كل المجتمع معايا النهاردة الاستاذ المحامي ساموئيل عازر بنرحب بحضرتك استاذ ساموئيل اهلا وسهلا بحضرتك وبرنامج افتخر بمهنتك وايضا بتخرب مني الامحامي في البداية كده يا سيد ساموئيل عايزة اعرف ايه هو دور المحامي في رفع قضايا النزاع الاسرين كلمنا شوي باستفادة هو دور المحامي هنا ينقسم على دورين الدور الاول لو كان هو في موضع دفاعا عن الزوج ولو كان هو في موضع هجوما للزوج هنبدأ الاول اذا كان هو في موضع هجوم على ان هو بيرفع الدعاوي يبقى هنا كمحامي الزوجة بابدأ اننا برفع جميع انواع الدعاوي الخاصة بالزوجة لا هي بداية بتبدأ دايما الخلاف ما بيبدأ في نشوب خلاف ما بين الزوجة والزوجة بيطرق على اثارها ان تطرق الزوجة منزل الزوجية وتلتجي الى مسكن والدها وهنا بيبدأ الخلاف فطبيعي الحال بيقوم الزوجة الاغرب استاذ محامي لها وبعد كده بيبدأ رفع جميع انواع نفجتها بيبدأ باول حاجة بيرفعها لها هي نفجة الزوجية ونفجة الزوجية هنا سواء كان فيه اولاد بيرفع نفجة الزوجية بين واحد تلاتة وبرضه في نفس الوقت بيرفع اذا كان هناك اولاد بيرفع نفجة نفجة للصغار وثم بعد ذلك بيتبدأ مراحل كده الدعوة في المحكمة ابتداء من اللجوء لمكتب التسوية ثم بعد ذلك بتقيد ادام امام المحكمة المقرب نظر الموضوع بعد كده بيبدأ هنا دور المحامي في عد مذقرة بيتفاع او يطلب تصريح من المحكمة خاصة ان بيتجاب للمحامي محامي الزوجية اشكالية قانونية وهي ان هو بيجاء مش عارف دخل الزوجية فهنا فيه ثلاث حالات لازم نعرفهم الحالة الاولى لو كان الزوج موظف حكومي فدي سهل على المحامي كمحامي بطلب تصريح من المحكمة الموقرة والمحكمة بتديني تصريحها روح لشغل الزوج الزوج والجهة اللي دارية بترد عليها بيقول لي والله ده هو بيتقاضى في بيار رسمي يرد على المحكمة الموقرة في الدعوة رقم كذا بتقول انه هو دخله كذا تلاتة أربعة خمسة بتقدم لك كل البيانات والمعلومات عنه بتديني كل بيانات كافية للمحكمة الموقرة دي تبقى طريقة سهلة الحالة التالتة التانية لو ازا كان الزوج يعمل قطاع خاص برضو نفس الاجراء اللي خدته في الحالة الأولى باخده في الحالة التانية بطلم المحكمة متصريح لمحل العمل عمله وبعد ذلك هم بيرد علي ان دخله كذا وبنان عليه المحكمة بتقدر ما يكفي الزوجة وأولادة في هذه الدعوة الحالة التالتة وهي حالة لهو شغال عمل حر فهنا انا ما بعرفش اذا كان هو دخله ايه اثبات الدخل اثبات الدخل فبل تيجي برضو بطلم المحكمة تصريح المحكمة بتديني بتقول له وروح لحاية اسمها التحري عن دخله او للشيخ الحارة التحري عن دخله هنا بالمواظف المختص او الشيخ الحارة بيعمل لتحري بيسلم الاعلان بعد الجلسة مباشرة بعد من المحكمة بتدينيه التصريح وبيقول ان الدخله بناءا عليه دخله كذا وبناء عليه المحكمة بتدي حكم بناء على الدخل اللي جاي لها وده تبقى مصدر تبقى زي ضوء أو نقطة ضوء للمحكمة يقول للمحكمة الموقر أنه دخله خمس تلاف عشر تلاف وبنان عليه المحكمة بالجدر يعني بيتفاوت المبلغ اللي بتاخده الزوجة على حسب دخل الزوج مش مبلغ سابق لا لا على حسب دخل الزوج ومتهيالي أصعب ما فيهم اللي هو لما يكون الزوج أعمال حرة متهيالي دي بتبقى أصعب مرحلة شوية هو اللي بيحكمنا التحري التحري هو ابنان عليه التحري اللي بيقول أنا التحري بتاعي الدخله كذا ابنان عليه المحكمة بتدي طب عندي معلومة يعني مش عارفة هي صحة ولا لا إن مش شرط تكون الزوجة مطلقة علشان خاطر النفقة ممكن يكون الزوج ما بيصرفش عليها ففي الحالة دي ممكن ترفع قضية نفقة حتى لو هي مش مطلقة هي الحالة بداية الخلاف نشوب الخلاف لازم الزوجة بتلجأ للمحكمة للقضاء على طول والمحكمة هنا بيفرض النفقة بتاعتها وبناء عليه بتاخد الحكم الصغة التنفيذية ميزة القانونة عندنا في مصر إنه على طول المحكمة النهاردة صدر الحكم بعدها عشرين يوم شهر بالكتير بسحب الصغة التنفيذية بتاعتي وأعلن الزوج أعلن الزوج بالحكم المفروض في الدعوة رقم كذا اللي أنا مقيضة قدام المحكمة وبعلن الزوج بعداً بعلن الزوج بمشي في جراءات التنفيذ لإني هنا المشرع ما استناش إلا ما يكون حكم النفقة نهائي وبات يعني ما جالش إن أنا هصبر لبعد الاستئناف أشوف الاستئناف يعمل إيه وبعد كده تاخد الزوجة الحكم وتنفذ لا هنا لأن النفقة الزوجية هي متطلبة جداً ضرورة للحياة ضرورية أخرى بيسترعوا في الإجراءات بتاعتها نقض الصغة التنفيذية وروح لننفذ على الزوج بالجابين في التنفيذ كذا مرحلة مرحلة إذا كان الزوج أول ما بعلنه دفع في كل شهر ممكن تمشوا ودياً ما بين الزوج والزوجة على أساس الحكم الصادر من المحكمة يديها مثل كدليل كتابي الزوجة تدي له دليل كتابي أقر أنا أن استلمت المبلغ النفقة من شهر كذا لشهر كذا ودي طريقة أنا شايفها طريقة كويسة لأن لازم الزوج يراعي أن فيه أولاد أنهما أولاده في أي مكان وأولاده ونفقة مش رايحة شي غريب لا ده بالعكس أنا بس هو يبقى بس عنده اللي بيدفع تمانها الأطفال هي بتروح كده طبعاً بتوجي في طريقة أجمل كمان لو هم متفاهمين بدل مالجأ للقضاء وعطل نفقة الأولاد وقد تأثر على دراستهم في حيات اسمها التسوى الودية أن أنا أقر أن أنا دخلي كذا بالشفافية مطلقة دخلي 5000 دخلي 4000 وابناء عليه أفرض أدي أقر أكتب قرار أنا كزوج أكتب قرار على نفسي أن دخلهم هم كذا وابناء عليه يعتد هذا القرار كسنة تنفيذي ويطلب بيه في نفس الوقت بيوفر عليها جراءات لأن أنا هجري في المحكمة عشر شهور تمن شهور هاخدوا الصغة التنفيذية طب هنا وضع الأطفال إيه؟ وضع الأولاد اللي في المدرس إيه؟ وضع الزوجة في المدرس إيه؟ هم اللي بتأثروا طبعا بقول إيه؟ خاصة لو كانت الزوجة منهاج دخل بمعنى أنها كانت لو كانت ما هي مش موظفة غير عاملة أو سيدة منزل لو مش عاملة هتعمل إيه؟ هتعمل إيه في الحالة؟ أو الأولاد هيبا مصدرهم إيه؟ دي من ضمن نفاجات الزوجة هي بتلجأ لها الزوج في الموقف ده هو دفاع فقط لغير يعني الأسف هو محامي الزوج في الحالة دي ما إلا أن يدافع ويستنى حكم القضاء يجوز فعلا استناف الأحكام خلال 40 يوم من صدور الحكم ثاني يوم تحسب اللي 40 يوم عندنا من صدور الحكم يعني اللي حكم صدر النهاردة عد 40 يوم من بقرة عد 40 يوم من ثاني يوم صدور الحكم والزوجة برضو لها حق نستانف يعني أنا نفجة مش مكفياني هم اللي تنين لهم حق اللي يستانفوا تمام إحنا عايزين ندخل في قضية أخرى وهي إصالات الأمانة عايزين نعرف طرق رفع القضية هو إصالات الأمانة هي من الورقة المعمل بها في المجتمع المصري عندنا فدايما فيها معاملات تجارية كتير أنا النهاردة اشتريت بعت جعدت في جعدة عرفية لازم بيمضى على إصالات أمانة قد يكون أنا عطوته دين خايف الدين ده ما يرجع ليش تاني فالموضي على إصالات أمانة في الكذا الحالة دي المحامي جدامه الضور إنه يلجأ جدامه طرق إن إما يلجأ للطريق المدني بدعوة اسمها أمر أداء أو يلجأ إلى القاضي الجنائي عن طريق تحرير محضر في جسم شرطة محل إقامة المشكف حق أو المتهم وبعد أنه حرر أنا نتكلم عن حالة الأولى اللي هو أنا حررت محضر هنا جدام المحل إقامة المشكف حقه على طول بقول إنه اختلس المال بتاعي إن أنا سلمت المبلغ بتاعي وقام اختلاصها وما وصلهاش للطرف الثالث لأن إصال الأمانة بيتكون من ثلاث أطراف الطرف الأول اللي هو المستلم المستلم من هيوصل المبلغ ده لمين فهتحرق الشرطة هتحرر المحضر بتاعها وتولى السيد وكيل النبي العام بقيض الوصف الواقعة بتهم التبديد معاقب عليها بالمدى 341 من قانون الأقباط وبتنزل بتحدد له جلسة ده بالنسبة للشق الشق الجنائي محتاجين طبعا يعني حلقة كاملة جدة عشان ندخل في كل التفاصيل دي لكن للأسف وقتنا مش هيكافي فنشرف بحضرتك في فكرة تانية بإذن الله ومحامي وافتخر طبعا محامي وافتخر بنحب نقدم لك هدية وسيطة من البرنامج تفضل نورتنا النهاردة في الستوديو بنشر أستاذ سموئيل موجود معنا النهاردة ونتمنى حضرتك تكون موجود معنا في فكرة أخرى نرسي عرفي شكر